بالنسبة بقى لتفصيلة الصبق والريادة فبعد ذلك نحن متفردين في كتير من الأمور بيحصل عندنا يا حضرات في بعض الأحيان أمور صعب جدا تلاقيوها موجودة في أي دولة في العالم أو في أي دولة فيها كرة قدم عموما لكن هنرجع ونقول إن شاء الله اللي جاي أحسن ومحتاجين نزبط أمور كتيرة جدا مش بس بتكلم بالنسبة للنادي الأهلي لا لمنظومة كرة القدم المصرية يمكن في الفترة الأخيرة شاهدنا شوية إجراءات كده تم اتخاذها وتم تنفذها وتفاعلها بالفعل بإذن الله تؤتي ثمارها سواء فيما يتعلق بيه مسألة التحكيم فيما يتعلق بيه المدرب أو المدير الفني للمتخب الولمتي المتخب الأول يعني إن شاء الله الفترة الجاية نسعب بإنجازات فرقنا كلها ومنتخبنا زي ما تعودنا منهم دايما دي نقطة نقطة تانية واستكمالا بقى للتفصيلة التي بتكلم فيها نهواندب هي فعلا تفصيلة في منتهاء الأهمية ويمكن عشان برضو نضرب لحضراتكم مثال على سبيل المثال وليس الحصر أكيد تعالوا نفتكر مع بعض أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر كان معار لفترة لنادي سموحة والحقيقة نقدر نقول إنه هو نضج جدا هناك وتودك جدا هناك ورجع بشكل أفضل بكتير مما كان عليه والنادي الأهلي بالتالي استفاد منه بالشكل الأمثل دي نقطة نقطة تانية أكيد حيكون فيه تعاقدات جديدة طبعا التفصيلة بتاعت التعاقدات لأن احنا دايما بنشوف إن بنا فيه كلام كتير قوي وخصوصا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي احنا بنرجع ونقول إن التفاصيل اللي من النوع ده دي مسؤولية مجلس إدارة النادي والجهاز الفني وطبقا لاحتياجات الفريق الفترة اللي جاية لأن احنا على فكرة طبعا عندنا تحديات كتيرة جدا الفترة اللي جاية ومن المؤكد إن يعني كل مخاوف وتخوفات النادي جماهير النادي الأهلي وصلة لمجلس الإدارة برضو من المؤكد ومن يعني ما فيش مساحة للشك في إن الحزن من خسارة لقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا هو كمان واصل بشكل واضح جدا وكامل جدا لإدارة النادي إحنا عندنا جماهيرنا زاد طبيعة شديدة الخصوصية إحنا مش من الناس اللي ممكن نقول إيه وماله لما نخسر سنة ما إحنا عندنا مليون سنة قبلها كسبنين يعني شوية الكلام ده ما نطبقش قوي لأن دي مش طبيعة جمهورنا جماهير النادي الأهلي أقرب ما يمكن لطبيعة جماهير أندية الباير ميونيخ في ألمانيا واليوفي في إيطاليا يعني اللي هو العادي بالنسبة لهم إن الدوري بيحصلوا عليه كل موسم ده الطبيعي لو ده ما حصلش يبقى في حاجة مش طبيعية فده اللي حاصل الحقيقة فبالتالي نرجع ونقول مطلوب إن إحنا النهاردة والفترة البسيطة يعني اللي جاية إن إحنا نلعب من غير الضغوط الأمور حاليا مش محتاجة غير إننا نوصل للنقطة اللي كنت بتتكلم فيها أنا واندي من شوية السكواد الأمثل الشكل الأمثل اللي حنبتدي به المرحلة اللي جاية إن شاء الله والموسم الجديد بدون أي أزمات ندخل فيها وان شاء الله اللي جاي يكون أحسن بكتير للأهلي والدمهير النادي للأهلي